الله أكبر مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمال يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفقون منه فإنهم ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهول فاضوا إليها وتركوا تقائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الواسقين الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا كانت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمالهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحترهم قاتلهم الله أن لا يغفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكلمون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدن قوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن من المنافقين لا يفقهون يقولون لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الكذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفعوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير لما تعملون الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلمون والله عليهم بذات السدون ألم يأتدوا النبع الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستعنوا الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنسلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فالله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البناء المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليترك المؤمنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَسْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُواً لَكُمْ فَاحْتَرُوْهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجل عظيم فاتقوا الله ما استقعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله أكبر 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 أكبر الله أكبر ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جميعا يدخل جنات وتجري من تحتها الأنهى وفالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماواته من الأرض مثله يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله فقد الآخر طبعه من شيء النعيم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك لعب وإياك مستعين إهدنا الصراح المستقيم صراح الذين لعمت عليهم وإياك لعمت عليهم الله موناه وهو العليم الحكيم وإذ أسروا النبي إلى بعض أخواته حديثا فلما نبأت به وأخروا عليهم وعرف أعظم أعظم بعض فلما نبأ به قالت من أنبأت هذا؟ قال نبأه العليم الصبير إن تنبأه الله فقد صغت قومكما وإن تظهر عليه فإن الله وعلاه وجبريه وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن قلقكم من أن يبذلوا أزواجا خيركمكم لأسلمات مؤمنات قاندات تائبات عابدات سائفات خيبات وأبكر يا أيها الذين آبا مروا أردوا حزن وأخلكوا النار وقوضها الناس منهجا وعليها مولائكا غلاقا شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرشون يا أيها الذين كفروا ما تعتذرهم يقوم إنما تجزون ما كون تعملون الله أكبر الحمد لله رب العالمين رحمة الرحيم مالك يوم الدين إياه للعبور وإياك نستعين اهدنا الصلاة المستقين صلاة الذين أنعب عليهم غير المردود عليهم ولن ترى على الظالم يا أيها الذين آبا مروروا من الله تربة نصرها عسى ربكم أن يكفر آركم سيئاتكم ويدخلهم جميلات متجريب تعدها الأنفاق يوم لا نوز الله النبي والذين آمنوا معرومهم يسعى بين أيديهم وبأيبالهم يقولون يا رب لا أتمن لنا نورنا واغفر لنا واغفر لك واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي يجارب الكفار والمنافقين واغفر عليهم ومرار جهنم وحس المصير طلب الله مثلا للذين كفر ورأة المحر ورأة الموت كانت أدفت عليهم من عباد الأصالحين فخالتاهما فلم نغريا عنهما من الله شيئا وقيل دفن النار مع الداخلين وطلب الله مثلا للذين آمنوا ورأة فرعون إذ قالت رب بني عندك بيتا في الجنة ونجري من فرعون وعمله ونجري من القوم الظالمين ومريب بند عنوانا التي أخصنت فرجها فلفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها ورد به وكانت من القالدين الله الله شكرا